يعني هو أكيد أنه العالم كله بيحب الكرة والكرة هي اللعبة الأكتر شعبية على مستوى الكوكب كله لكن إحنا في مصر هنا عندنا قصة مختلفة شوية القصة تبتدي في كل شارع وكل حارة وكل ساحة لما الحريفة يتجمعوا ويعملوا الكرة الشراب ويلعبوا بيها ومن هنا تبدأ القصة والحكاية مع حب كرة القدم في مصر وعلى فكرة الكرة الشراب دي قدمت لمصر أسماء كبيرة جدا وكل نجم وكرة في مصر تقريبا لعبوا بالكرة الشراب والكرة الشراب كان رياضة بقى يعني لو قلنا أنها رياضة يمكن ليها خصيتها شوي ليها نجمها وليها أساطيرها وليها أسماء كبيرة جدا لعبة الكرة الشراب وكانت الناس تتحرك من كل حتة عشان تروح تتفرج عليهم وهم بيلعبوا وتشوف مطشاتهم وكانت مطشات لها شعبية وجمهرية كبيرة جدا وكان فيه فرق وكان فيه بطولات ودورات مشهورة جدا في مصر وبما أننا في رمضان يبقى لازم نتكلم على الكرة في رمضان والدورات الرمضانية ونجوم الكرة الشراب اللي بيشرفنا النهاردة أربعة إن كان لها يعني أن نقول عليهم من أساطير الكرة الشراب في مصر كان لهم يعني شنة ورنة ومازال طبعا ليهم شنة ورنة وتعامل عليهم يمكن أو تعامل عليهم فيلم لو تفتكروا طبعا أقدموا الزعيم نجم الكبير عادل أمام فيلم الحريف بيشرفنا النهاردة في الأهلي في رمضان من نجوم الكرة الشراب كابتن محيد دين مهدي الشهير طبعا محيد دين الرجوز أهلا بك كابتن محيد ومعنا طبعا من نجوم الكرة الشراب معنا كابتن كمال أحمد عثمان عشان اسمحوا لي بس فيه أسماء عداية وفيه أسماء شهرة كابتن كمال أحمد عثمان الشهير بكمال أنصارة أهلا بك كابتن كمال بيشرفنا كمان كابتن عوض محمود سعيد الشهير بعلي مايا أهلا بك كابتن عوض سنكون كابتن علي مايا. ومشرفنا كمان كابتن عصام الدين حسني. أو كابتن عصام حسني. أهلا بك كابتن عصام. بداية كده طبعا من هوارين ومشرفين قناة النادي الأهلي. وكل سنة وانتوا طيبين من رمضان الكريم. ندخل في الموضوع. ندخل في الموضوع. ما قصة الكرة الشراب وبتنت ازاي معك كابتن محمد؟ يعني الكرة الشراب دي كانت حياتي. انت مشوار طويل قوي مع الكرة الشراب. أنا عندي 73 سنة. ما شاء الله ربنا لديك الساحة. بلعب كرة الشراب وأنا عندي 20 سنة. نعم. فكنت لعيب يعني. تعمل عليك فيلم كابتن محمد؟ فيلم الحريف. فيلم الحريف كابتن أهو. الزعيم على الإمام. الإمام أعمل قصة حياتي. وعبدالله. أستيس عبدالله فرغالي. فرغالي أعمل قصة حياتي الكابتن محروس. هذا الكابتن محروس هو اللي عمل الكرة الشراب في مصر. قصة فيلم الحريف كابتن محروس أو كابتن سعيد الحافي؟ لا محروس. محروس. انت صورت في الفيلم أو ظهرت في الفيلم؟ ظهرت في الفيلم في كم نقطة. لكن الفيلم تعمل قصة حياتي. كابتن محروس كابتن محروس. لأنه لو كاني عايزة تعمل فيلم على كسة سعيد الحافي. كان لعب حافي على الإمام. لكن أنا وما كانش يتعمل في القلعة. لأن القلعة دي. دي فرقتي ومنطقتي. دي لقطات طبعا من كابتن محدين على جوز. لأنك تعمل في السنينما. لأن الفيلم يقصد على الجسد في شخصيته. بالتأكد الفيلم. طبعا. الفيلم قريب من الواقع؟ طبعا. ليس كثيرا. في المطش؛ فقط. لكن في الحياة لا. لا يجب أن يكون هذا. لعيب كرة الشراب يجب أن يكون حريفا. لابد يكون حريفا. لابد يجب أن تحبه. لابد يحبه من لعبه في الملعب بالزبط. كم سنة القرى الشراب؟ أنا من سابق الثمانيين وأنا بلعب كرة شراب وكابتن علي مية أنا ولدي 14 سنة كنت بلعب كرة على طول لعبت أول ما لعبت في نادي الشرطة لعبت تحت 14 سنة وروحت نادي المية على طول لكن الكرة شراب دي أساس هي أساس اللعب واللي ملعبش كرة شراب ملعبش كرة شراب ملعبش كرة كبار يعني وصعب أول اللي يتحكم في كرة زي دي أو أصغر من دي صعب جداً ما سهل أول كرة كبيرة بس كرة الشراب مكنتش كده كان أصغر من كده أصغر من كده كان في موهبة جبارة لذا انا هجيلكم في حتة الموهبة عشان الموهبة دي حتة عجعيني شوية دلوقتي يعني اللي عادين قدام سيادتك دول ناس جبارة في الكرة مش عشان هما زميلة لا احنا كنا جبارة في الكرة من الصعب أي حدي كسان وكان فيه فرق معروفة في مصر يعني فرق كتير انتو كنت تعبوا في فرقة واحدة ولا كذا فرق لا كل واحد فيه كان فرقة كل واحد فيه كان فرقة لا بس انا وعلي وعصام حسني وفرقة اتحاد القلعة دي الأهل بتاع الكرة الشراب طبعاً وكان فيه طرسون وكان فيه نزل ولكننا كنا نمرة واحد في مصر كلها الفرقة دي مكملة ولا خلاص مع الجيل بتاعكم انتهت قصة الكرة الشراب في مصر لا يعني انكملوا شوية كده بعد كده خلاص بقى انتهى انتهى كل هذا تبلع بلاي ستيشن كرعة كرعة إنما المواهب كلها كانت في الكرة الشراب ما يمكن عشان كده برضو المواهب قلت شوية كبت الموحيد انقردت الكرة الشراب انقردت المواهب في مصر بعد الكرة الشراب ما انتهى وفيه حد الأول خلينا اسألك فيه حد بيلعب كرة شراب غير مصريين لا لا مصر هي هي اللي عملت الكرة الشراب هي اساس الكرة الشراب مصر وقصة ما بقيتش زال الأول لا 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 يتعلم مصر لم يكن الموت موضوع دوسيرة مصر دورة الجندي هامد الجندي منتخب مصر المتخب مصر في الدرب الأحمر ودورة في الأولى وفي الزوية الحامرة أرض محروسة الله أرحمه، ودورة محكبتين محمد الجندي. لماذا لم تتطور؟ أنا أعرف أن كان هناك جمهور وكنت هناك من قطة تقبل حتة، وكان هناك ناس حريصة دائماً. لماذا لم تتطور؟ إذا رأيت أن هذه حتة الكرة الشراب كانت ممكن تساهم بشكل كبير جداً في تقديم مواهب الكرة. لا يوجد اهتمام بالكرة الشرائية. لا يوجد اهتمام بالكرة الشرائية. اليوم، الدولة مهتمة جداً بموضوع مرسة الرياضة والخماس. هذا الخماس هو وضع أخر. هذا الخماس لو كانت على أيامنا، كانت تحتكرت كل البطولات. كما قالت كابت المحي. لو على أيامنا من 40 سنة، نأخذ بطولة العالم. نأخذ بطولة العالم. لا يوجد أحد مثلنا في مصر ولا في العالم مثلنا. في كرة الشراب كيف؟ كنا كنا لعبة جبارة. موحي ده اللي قدامك ده. إنت يجيب جنب وإنت يغزي الفرقة اللي معاه واللي ضده. لا يوجد لعبة مثلنا. أنا جايب لكم حريف من عارة إيل برضو. واحد من أساطير الكرة اللعيبة الحريفة. أبي تهالي كابتن علام أيهوب طبعا. نجم النادي الأهل ونجم وانتخى مصر. أكيد لعب كرة شراب. كابتن علام سأل خير. وكل سنوات طيب. حبيب قلبي. أحضر سأل خير يا عمل. والتصائف والتصائف والسنوات كبير. أول معرفتن كنتي بنوارين. فرصانت، أبيل، ومرتبان. قد أتزيد عليكم. بعد أن تجايب حلقة النهاردة. بس جميلة. فكرة حلوة. نستعرف أيه حاجة مصورة شراب. وليس فطير. أنا كنت طرحة فرق على موحية. فكرة أنا تغيط. أنا كنت أترجع على موحي كورسانتا. كابتن موحي وكورسانتا يجبين جميعاً يا جميعاً. كنت أترجع بكبير. الحرفانة بتهالي كابتن علاء مرتبطة بالكرة الشراب. يعني كنت لسه بقول لضيفي كلهم أنه مفيش حد لعب كرة شراب إلا ما كان حريف كرة. كان عفريت كرة يعني. يا حقيقة. يا أختي أهل حاجة في الدنيا أنك تلعب كرة الشراب. وتستمتع بلعب الكرة والجمهير. وتلعب بساطة بره مصيق. تتفرج عندها. أقول لك تتفرج على موحي. تتفرج على ناس الحريفة دي. ولا بص الكرة الشراب دي أحمد. يعني متعة ما بعدها متعة. الكرة الشراب دي كانت معاك في المدرسة. أنا أتكلم بقى بلغة لحنا المقديمة شوية في المدرسة. في الزرق. بالليل. بالنهار. في أي وقت والله إحنا كنا. الكرة دي ما كنت تكتسبها في أي وقت. وبعدين الشارع فاضية. كنت تروح عمل فنينة على طول وعمل فرقتين. لا أحمد متعة تالية خالص. وكانت حاجة جميلة جدا. وآآآآآآآآآآآآآآآآ. وعرضناه قبل كده. بس ما شفتوش صبعاً. وهو في عزة وهو في الملعب. فلو ممكن تحكي للناس كده يعني كواليس الكابتن موحي في. قص. قص يا جبت الأحمد. أنا هديك الممكن. أه. 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 أعيش بتنغل كده. أقول للناس جابت الإسم مني. بيعمل كل حاجة بالكورة. بيقب بالزغ outfit. بيعمل كل حاجة كما استخدانة في الكورة. آآآآآآآ drone boom bg Centersúbar. يبسح نفسه ويمسح جماهير. Bei tip. بيعمل حاجات في الكورة مش طبيعية. حتى تبسط حتى زمان الناس أما بكان بصلا على لقب ابيل حاجة. لا بصلا على هجأ لهational. هو كل زمن لي kalau pf alsá Illya. يا رجوز. يا رجوز دي كان بالنسبة لكيابات المنواريد على أيامنا كانت حاجة مع أفراطها. هو كان في وحي كان كده. يعني الوحي كان بديله ناس من كل الدين ما تتفرجوا عليه وتتفرجوا عقيته. ولأ هو كان بيعمل بص كل حاجة بتخيلها بكرة كان بيعملها بكرة شراب على فترة كرة زغيرة جدا. ضعب تتحكم فيها. بس هي دي اللي هي دي حنوط كرة الشراب. طبع طبع. ويا دي اللي باين بقى الحرفان. يعني دي يعني اللي يعرف يتحكم في الكرة الصغيرة كده. ما بالك بقى لو بيلعب بالكرة الكبيرة هيعمل بيها ايه؟ الظبط يعني. أكثر حاجة فدتني. الحمد الله ما سرتي. ثم عن دادل قال لي. إن أنا كنت مجنون حاجة ما كرة شراب. والله العظيم يا أحمد. كرة شراب أقول لك أنا ما كنتش بس بها. درجة إن كان والدي اللي أرحمه كان سريعاً كان بيتخالي معايا. إن أنا أنا على قول في الشارع على قول بلعب كرة شراب. آآآ اقول لك على سر إلأated عليك سرا يعني.chain. لما كنت حتى في من أهم المواهب والنجوم الجمهور النادي الأهلي لا يمكن أن ينسى طبعاً اسم علامة يهوب ولا مهارة وحرفة بجد والله بجد مش مبالغ أنت واحد من الناس اللي متعتنا سنين طويلة كابتن علاء لا يا عمد حبيب والله تعرف أنا بحبك بقية برنامج جداً ودائماً برنامج جداً والله يخاليه كابتن علاء وتجيب حاجات كده الناس تفكرها بالتحايا الحلوة والزمن الجميل طب الحمد لله صحيح وخد بالك أنه في جيل ما يعرفش وما سمعش وما شافش عن الكرة الشراب وتولد يمكن يمكن أن تكون لها فوائد وليها كمان سلبيات لكن في النهاية مهم جداً نقدم الناس لأنها متعت أجيال كتير جداً بكرة القدم أنا بشكرك شكراً جزيلاً وأقول لك مرة تانية شرفته ونورت بصوتك طبعاً على شاشتك وعلى بيتك النادي الأهلي كل سنة نتطيب كابتن علاء مع الموهبة والجمهور والحرفانة ما فكرتوش تنقله من الساحات والكرة الشراب للأندية والكرة الكبيرة ما أقول لك أن أرسلنا كابتن علي لعب كرة كبيرة يا لحب كرة كبيرة كابتن محمود الخطيب وكابتن وصفة عبده أجيال وأنا صغير لعيبت ضدهم لعيبت ضد نادي المحلة والنادي الإسماعيلي لعيبت ضد أنديها كثير قوة ومثلنا كاس مصر ونادي الميا واستفادة منه كل لعيب كرة شراب ممكن يبقى يبقى لعيف ديء انت وانت بتعمل الكرة الشراب هي بص يا كلها هي سفينج وبعدين تلاف تلاف الخمخة كلها تنشف وبعدين ترعبها سوف تنشف زمان الكرة الشراب يعني أنا عن نفسي بتتكلم عن نفسي جيت النادي الأهلي تحت 14 سنة سنة كام سبعين اللي جابني هنا كابتن حنا فيه عبد العاطي اللي هو بيدرب كان بيدرب سلة ساعت فالأهلي زمان كان بتخاف من الكرة والمذاكرة زاكر مش زاكر دلوقتي دلوقتي سيب المذاكرة وروح لعب كرة بالزبط فدلوقتي وجيت هنا وقبلت والورق موجود لغاية الآن في النادي الأهلي وبعد كده الأهلي طبعا عشان مذاكرة وبتاع ما روحتش جيت كابتن صالح سليم وانا عندي 16 سنة كان بيعمل دورة مراكز شباب خدني من مركز شاب القلعة كان معا جاي معا كابتن عوادين رحمة الله عليه واحد اسمه عم جوم عم كرمسك شو اللاعبين حتى أنا قلت له الورقة بتاعي عندكم في النادي الأهلي قال له خلاص استلم يا كابتن عوادين لعبه وبرضو روحت يا دوبك تمرين وما روحتش تاني فيه عشان برضو الأهلي كانوا قفلين على الأولاد عشان المذاكرة وكلام من دولة مش زاك غير الأول دلوق جيد دلوقت خاص بالضبط كده فيه جوم كبيرة خرجت من الكرة الشراب؟ يعني فيه ناس بقى اتنقلت من الساحات ومن صفقت عبد الحليم كانت صفقت حبي طوع كانت صفقت حبي طوع كانت صفقت لعيب كرة شراب في مصر خبتن محمود الخطيب كان لعيب هاي كرة شراب كان لعيب هاي كان لعيب محمود خطيب كان بيجي يلعب معنا كابتن حسن حمدي إبراهام عبدالصمت كان من أحسن لعيبة كرة شراب في مصر كابتن أحمد الحميد برضو كابتن أحمد مير برضو رحمة الله عليه كابتن أحمد مير ذا كان على طول معايا بس زولنا ما نروحوا بيكسبوكوا بقى ولا إيه لا مش هادروش علينا محابش إقدارنا محابش إقدارنا مين أحرف بمناسبة للحرفانة مين أحرف لعيبة جات في مصر؟ جابت الموحي أسمع رأيكم كلكم أنا عن نفسي إذا ذكرت الكرة يبقى كابتن موحي أنا مسميه أنا على طول أنا أخذ الرجل احتكاد ده مع نفسي أنا أنا رأيي الشخصي هو النازر شوفوا نقول إيه؟ هو النازر وإحنا التلمس أشوفك في ملعب كابتن موحي بس يلعب ولا بطلت خلاص؟ أنا ملعب رجال دراسي ملعب كمال بيلعب مع كبار لكن أنا مفيش مع كرم زاد مع كرم زاد وحاج عبد الكريم في الجيزة خليني أقولكم أنه النادي الأهلي مواليد 2005 في بطولة الجمهورية كسب نادي الزمالك 2-1 أو عمري منتظة يعني مكسب 2-1 بعد ما كان مغلوب بنتيجة 1-0 سوف أكمل كلامنا وحاجة إحنا دائما يا رب دائما يا رب إن شاء الله يا رب من الدماء نعمة دائما يا رب تهلاوي كالتموح لا بص أنا أتولدت مكان كله كما هوه يعني أتولدت في المدبح أتولدت عبد النصحة ورفاعة والنزي لكن أنا أحب النادي الأهلي لكن أنا زمالكاوي لكن أحب النادي الأهلي أي يعني أنا الخطيب ده كنت بعشاقه في كل قلت ليش مين الحريفة بقى اللجوم يعني يعني شفت إنه مصر جابت الأسماء دي هاي هما دول حرفت كرة القدس بالنسبة للشراب ولا كبيرة كبيرة بقى كان كابتل محمود الخطيب هاي حسن شحاتة فاروق جعفر طه بصري عبد العديد عبد الشافي ده كان حكايا من حجاب الزمن محمد عباس مرضوح محمد عباس إيه قصة الموهبة بقى أنا أجيلكم في الموهبة إحنا ليه يعني بقى عندنا نقص شوية أو ندرة شوية في موضوع خلينا خليني تسمح لي بس أروح لزميلنا فاروق صلاح هيكلمنا على المطش طبعا يا فاروق كل سنة وأنت طيب تمام يا صاحب كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك وتكلمنا كده أخبار المباراة إيه وأعتقد طبعا النفوذ فرح كل جماهيل النادي الأهلي في رئة 2005 ومعاك أعتقد كابتن خالد بيبو طبعا كل التحية للزميل العزيز أحمد سمير وبضيوفه الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان فوز غالي فوز غالي الفريق النادي الأهلي والنشئ النادي الأهلي مواليد ألفين وخمسة على فريق نشئ الزمالك هنا في المباراة اللي وقيمة بملعب النادي الأهلي ببنيرة ناصرة ضمن إطار بطولة الجمهورية للنشئين شخصية لقيت النادي الأهلي اللي ظهرت في الشوت الثاني النادي الأهلي حول تأخره بعد تأخره بهدف نظيف أمام فريق الزمالك لهدفين وقدر يحط هدف التعادل وهدف الفوز طبعا على فريق الزمالك وبالمناسبة ده تاني فوز لقطاع نشئي للنادي الأهلي على نشئ نادي الزمالك في أقل من أسبوع بعد النتيجة الكبيرة اللي كان حقاها أيضا موليد 2007 بالفوز على الزمالك بأربع هدف مقابل لشيه طبعا بيسعدنا نكون معنا في هذه الأسناء الكابتن خالد دبيبو رئيس قطاع نشئينا بالنادي الأهلي كابتن خالد ده برحب حضرتك على شاشة تقناة النادي الأهلي تحيات الأستاذ أحمد سمير وكل مشاهدين وبنبريك لك النهاردة على الفوز فوز غالي ودايما بنقول رهن على شخصية لقيت النادي الأهلي أهلا بك فاروق دايما انت معنا في الانتصارات ودايما معنا في الأوقات الجميلة وطبعا بسلم على أحمد واتمنلوا التوفيق طبعا مبارا طبعا كانت مهمة بالنسبة للفريق 2005 عاملين شغل كويس السنة دي بي نفسه وراء التحاد سكنداري وعدجلة فيه ثلاث فرق الأمور ماشية بالنسبة لهم يعني بنفسه بعض فكان مهم جدا ان انت تكسب النهاردة مباراة في ملعبك الفريق 2005 تعادل مع الزمالك هناك في ملعبه وكسبه هنا نتيجة كويسة 2005 عمل نتيجة كويسة مع الشيف عفضيل زي ما انت بتقول كان متأخر بهدف ادري انه هو بشخصيتنا دي الأهلي وهو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نرب الولاد عليه وان انت بتلعب لآخر دي وبتحاول ان انت يعني تشغل على نفسك وتشغل على الخصم ان انت اي مباراة تحاول انت تكسب وده اللي حصل النهاردة ادري ان احنا تعادله وقدر ان احنا نجيب هدف في الشوت التاني والحمد لله مكسب كويسة مهم جدا كابتن خالد اللعيب في اللي قطاع ناشئين ان الهدفين اللي احرازهم لعيب النادل اهلي من كرات سابتة وده امر مهم جدا ده بيدل على الشغل الفني اللي اللعيب بياخده في قطاع ناشئين في النادل اهلي دي حقيقة احنا يعني الكرة فيها تفاصيل كتير اوي لازم تبقى من البداية كده ومن انت صغير الرباد وهو صغير يبقى عارف ان هو بيشتغل على حاجات كتير اوي كل التفاصيل انت بتشتغل عليها الكرة السابتة دي يعني ده حاجات من ذهب يعني الحمد لله الناس بتعب ال اوفر كويس وعندنا ناس اطوال كويسة وبتحرك كويس وشريف وكل مدربين طبعا بطول قطاع بيلعبوا على فيه تركات كده بتحصل في الكرة السابتة والحمد لله ربنا بيكرمنا ونقدر ان احنا نحرز بين هدف مبارح كنا بنيلعب برضو مع سموحة جبنا هدف من الكرة السابتة دي تفاصيل بتبقى مهمة جدا انت بتلعب مبارات كتير اوي في فرق كتير اوي تبقى افلى الجيم شوية الجيم بيبقى مقفول فانت بتشغل على الكرة السابت وشغل على التفاصيل الكتيرة والحمد لله بتقدر تكسب خالد اخيرا مهم جدا ان لعب خطاع ناشئين في الناد الالي 2007 فاز على الزمالك في ملعب 4-0 يفوز ايضا في ملعب الناد الالي 4-0 ان ثقافة الفوز خارج وداخل الملعب دي الثقافة المعتادة اللعبين بيتربوا داخل خطاع ناشئين في الناد الالي على كده بص عادة كل المبارات اللي هي الكبيرة دي نتاجة بتبقى يعني يا كبيرة او يا اما يعني 2-1-1-0 اما بتبقى 3-4 لان كل الفرة بتبقى كابتن خالد بيبو هو سيد مني حدثنا على المبارات الكبيرة ومبارات الزمالك هي الساعات بيبقى فيه في الجيم مبارات بتفتح خلاص هي خلاص كرة مشيت انت مهما كان حتى الخصم بيضر بيحاول يرجع فكل ما هو بيحاول يرجع انت الفرص بتبقى بنسبة لك اكتر واحسن هو ده اللي عمله سامة بصراحة يعني في المباراة اللي فاتت انه هو وحتى في المباراة اللي كانت في الزمالك انه هو كل ما الفرص كانت فرق الزمالك بيحاول انه هو يرجع للجيم هو كان بيجيب اهداف يعني فده ده بيحصل في مبارات الكبيرة دايما عشان كده نتاج بتبقى كبيرة وسامة استمرها والنهاردة شريف قدر انه هو يرجع في الجيم مباراة كانت مقفولة قوي بس قدر انه هو يرجع في الجيم ويكسب ان شاء الله كابتن خالد بن بريك لك وإن شاء الله فوز مهم الفريق في مشهور البطولة ودائما مزيد من البطولات والإنجازات لقطع النشئين في النادر أهلي خاصة أن ده المستقبل بتاع النادر أهلي اللي الكابتن محمود الخطيب دائما في كل كلامه هو ده المستقبل وحريص أنه يتطمن على مستقبل النادر أهلي الهدف نمر واحد والمليون أن أنت تعمل عيب كويس مش تكسب بس لازم تعمل عيب كويس شكرا شكرا زميل العزيز أحمد دا سمير ده كان لقنا طبعا مع الكابتن خالد بيبو الحارس الأمين على قطاع النشئين بالنادر أهلي بعد الفوز لفريق النادر أهلي موليد 2005 على فريق نشئ الزمالك في مباراة خبيرة من لعابة النادر أهلي اندلب بالدل على شخصية لعابة النادر أهلي على تركيزه وعلى اللعب جوى قطاع النشئين في النادر أهلي بيتربط إزاي والثقافة اللي عند لعيب بالنادر أهلي من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز أحمد سمير يا فاروق بشكرك شكرا جزيلا ووشك حلو دايما ومبروك طبعا النادي الأهلي وجماهيره ومبروك طبعا كابتن خالد بيبو وكابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للفرق على الفوز الغالي اللي اتحقق النهاردة بشكرك شكرا جزيلا فاروق وقبل مرجع للدوفي مرة تانية وعرفكم كمان على الجيل الجديد حفيد كابتن نوحي آدم خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل صهرتنا مع حضراتكم الأهلي في رمضان نكمل بعد الفاصل